مجبول يستعرض جهود جذب المزيد من الاستثمارات لقاطع التاقة ويؤكد وجود حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية غدا انطلاق الأسبوع الثاني من الحوار الوطني والمنصق العام يؤكد أن الحوار في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم الجميع لفروبي يؤكد أن بلاده ستنتصر في عملياتها العسكرية بأوكرانيا ويحذر من بدء مرحلة المواجهة الحادة مع النيتو السادسة مساء في القاهرة سادسة بتوقيت درمج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع التاقة يحظى باهتمام كبير لافتا إلى ما تتيح الدولة من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الوحيد جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وشهد اللقاء استعرد جهود وزارة الكهرباء في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة وسبول تعظيم أوجه مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي فيما يتم من إقامتهم من مشروعات خاصة في مجال الطاقة المتجددة وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة سكعتك النرويجية أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وطلع مدبولي على موقف مشروعات التعاون مع الشركة النرويجية والتي من بينها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء وكذلك مشروع إنتاج الميسانول الأخضر الذي يعد الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والذي سيضمن إنشاء أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين رازخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانية التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مصارات للتقدم في كافة المجالات والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الأراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة اتجاه كافة القضايا على جميع المستوى تنطلق غدا فعليات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني بمنقشة بعض القضايا السياسية وعلى رأسها الأحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية أوضح المناسق العام للحوار الوطني دياء راشوان أن الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات وأحوال المواطنين كافة ترجمة نانسي قنقر 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 وهو الأمر الذي يكسب قضية الوصاية على أموال القصر أهمية قصوى مطالبات حول إنشاء صندوق لاستثمار أموال القصر تعلم سيادتك أنه بيتم إيداع أموال القصر فيه أنيابة الحزبية وبيتم صرفها للقصر عند بلوغ سن الرجل وهو 21 سنة فبتبقى القيمة السوقية أو القيمة المالية للمبالغ بتبقى يعني للأسف ما بقيتش بحجم السوق أو بحجم التضطر اللي بيشهده العالم أو بيشهده الزمن فكان فيه مطالبات بإنشاء صندوق يتم الإشراف عليه من الجهات القضائية المعنية من أجل استثمار أموال القصر وفي حوار خاص لتلفزيون المصري أكد مقرر لجنة الزراعة في الحوار الوطني هشام الحصري على أن الهوية الوطنية تجمع بين العديد من الثقافات الإقليمية الهوية الوطنية ده من الموضوعات المهمة جدا اللي احنا المفروض يعني نبدأ ننظر لها بنظرة مختلفة من أجل التأكيد على الهوية الوطنية للمواطن المصري اللي جمعت بين العديد من الثقافات الثقافة الفرعونية والثقافة الإسلامية والثقافة المسيحية والثقافات اللي كتسبناها من دول حوض البحر الأحمر حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبالتالي النهاردة أنا محتاج أدعم هذه الهوية الوطنية ودعم للانتماء وخصوصا عند الشباب اللي هم الحقيقة قد يكونوا غير ملمين ومدركين لتاريخهم ولتاريخ بلدهم وللبطولات اللي أم بها المصريين واللي أكدت أن المصري هو خليط بين كل هذه الثقافات وثقافة مختلفة عن كل هذه الثقافات وفي حوار خاص للتلفزيون المصري أكدت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز دامنهور رحاب مصطفى على ضرورة أن تكون الأم هي الوصية على القصر نحن تطرقنا النهاردة لجزئية مهمة جدا أن ما فيش ما يمنع في الشرع أو في الفقه أن المرأة تكون هي الوصية على مال القصر بعد الأب دي جزئية اللي كنا يعني بنأكد عليها لأن القرآن من نصش عليها وراءة الفقهاء ما ثبتوش على الرأي معين أو محدد قال أن يمنع الأم أن هي تكون الوصية على مال القصر بعد الأب للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس طاهر أبو زيد عضو تنسيقية تشبب الأحزاب والسياسيين للحديث عن جلسات الحوار الوطني مهندس طاهر الهوية الوطنية ما بين المفهوم والحداثة وكيف يمكن ترسخ بالشكل الأمثل من خلال الحوار الوطني سيد خير على حضرتك وسيد أخوة المشاهدين الحقيقة أن الهوية الوطنية كان من أهم الموضوعات المحور الاجتماعي ولم تصفافت عديدا والحقيقة أن الجلسة شهدت سراء شديد جدا حتى بالشخصيات اللي كانت موجودة شخصيات أدبية وشخصيات صحافية أيضا شخصيات أكاديمية وساسة ومن المجتمع المدني مختلف طوائف كانوا مشاركين في هذه الجلسة وشاركوا بأطرحات كبيرة جدا مكتيرة وأصرت الجلسة الحقيقة الجلسة كانت منقسمة على جزئين وهو الجزء الأول وهو كان خاص بالمفهوم نفسه هل هويتنا المصرية هل هي هوية فرمانية أم هي هوية إسلامية أم هي هوية قطية والحقيقة أن المشارع المصري حسم الأمر وحسم الجدل في هذا الموضوع في المدى 47 من الدستور لما قال أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهواء الثقافية المصرية برواطتها الحضارية المتعددة نعم إذن الحضارة الهوية المصرية الثقافية هي ذات رواطت متعددة فهي هوية طبطية هوية مصرية قديمة هوية إسلامية كل ده بيشكل الهوية المصرية والجزء الآخر من الجلسة كان يتحدث على كيفية الحفاظ على هذه الهوية كيفية الحفاظ على هذه الهوية وطرح هذا الموضوع في الحوار الوطني يدل على أن العالم كله في حالة من الغزو الصفافي اللي بيأثر تأثير شديد جدا على طمس هويات مجتمعات كتير وشعوب كتير وفي ظل امتتاح تكنولوجي كبير وتطور تكنولوجي ووسائل اتصال باقت مفتوحة عبر القرات وعبر الدول في محاولات عديدة جدا لطمس الشخصيات والهويات للحضارات العريقة زي الحضارة المصرية وإحنا شفنا على سبيل المثال أنه فيه شركة أجنبية حاولت أن هي تطمس الهوية الفرعونية المصرية وقالت أن هي هوية إفريقية وليست هوية فرعونية نعم لكن هذه المحاولات لم ولن تنتهي ما هي توصيات التي خرجتم بها من خلال جلسات الحوار الوطني للحفاظ على الهوية خاصة في ظل هذه التحديات والعولمة التي فرضت نفسها على السحر الحقيقة أننا نحافظ على هوياتنا الوطنية وسوابتنا الوطنية ونربي ده ونرتقه ما بين جميع الشعب سواء من الأسرة سواء من الشباب سواء من جميع طواب المجتمع كل مؤسسة في الدولة لديها ما تضيفه في ترسيخ هوياتنا الوطنية على سبيل المثال للحصر وزارة الساقاتها لديها من الأدوات العديد والعديد مما تشارك فيه في ترسيخ الهوية وزارة الشباب والرياضة لديها العديد من مراكز الشباب وسيطرتها على عدد من الشباب في مختلف المحفظات لترسخ فيهم الهوية وزارة التربية والتعليم وتعاملها المباشر مع الطلبة والنشق في مرحلة التعليم قبل الجميع لديها ما تضيفه فكانت توسيطنا وبلورتنا في هذا النطاق أنه استحداث مجموعة وزارية بإطار تنظيمي أو إطار سياسي على غرار المجموعة الاقتصادية في الحكومة وتكون مجموعة مختصة ما بين الوزارات أو لجنة عليا للوزارات مختصة بالفكر والثقافة والهوية تضم وزارة الشباب والرياضة وتضم وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم بجانب أيضا الأزهر الشريف والكنيسة المصرية كل هذه الجهات والمؤسسات بجانب أيضا المجلس الأعلى للإعلام كل هذه الجهات إذا اجتمعت أدواتها في مكان واحد بقالية واضحة واستراتيجية واضحة أنا وصف أنه هيبقى فيه فرق كبير جدا فيه موضوع الترسيخ الهوية وأستنتج عنه وينعكس عنه كمان يعني إعادة دور الثقافة ودور السينما والفن والمطرح وأيضا الأعمال الزرانية في ترسيخ خوياتنا الوطنية أشكرك جزيل الشكر المهندسة طاهر أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار أنه لا بديل للسلام إلا السلام والحوار وأضاف أن استقرار السودان يستلزم إقامة جيش مهني واحد وموحد يراعي التعددية وأكد عقار أنه سيعمل بشكل عاجل مع كافة أبناء الشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي على تنسيق وحشد الدعم لإقاف الحرب بشكل دائم والعمل على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية الواقعة على أبناء الشعب السوداني مشددا على العمل لاستكمال مسار التحول المدني الديمقراطية أدنت وزارة الخارجية السودانية اقتحم قوات الدعم السريع لمقر السفارة القطرية بالخرطوم وقالت الخارجية إن عناصر الدعم عمذت إلى تخريب محتويات السفارة وصرقت مقتنياتها وفي الأثناء أعلن الجيش السوداني مقتلى وإصابة المئات من عناصر قوات الدعم السريع خلال تصديه لمحاولة هجوم نفذته على قيادة الفرقة 16 موشا في نيالا حيث قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن قواتها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة ودمرت عشرات العربات المسلحة مشيرة إلى توجيه ضربات لتجمعات قوات الدعم السريع في جنوب أمو درمان ووسط الخرطوم وبحري وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير عدد من العربات المسلحة إلى ذلك أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تقديم ما يزيد قيمته عن 100 مليون دولار للسودان والدول التي ستستقبل السودانيين الفارين بما في ذلك مساعدات غذائية وطبية وهي ضرورة للغاية هذا وأدى الصراع إلى اندلاع أو لفين دلعا في الخامس عشر من إبريل الماضي إلى نزوح ما يقرب من مليون ومئة ألف داخليا أو الفرار إلى بلدان مجاورة وقالت منظمة الصحة العالمية أن السراع الدائر في السودان أسفر عن سقوط نحو 705 قتيل و5287 جريحا على الأقل واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمة المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان جراء تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكاركر هذا وتواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين وللمزيد ينضم إلينا من ميناء أبو سنبل البحري بمدينة أسوان مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل مرحبا بك محمود صف لنا الأوضاع لديك نعم بعد التحية تجدد اللقاء معكم في تغطيتنا المستمرة للوضع هنا في ميناء أبو سنبل النهري ومعبر قسطل وفي هذه الخدمة الإخبارية لدينا عدة نقاط جديدة النقطة الأولى التي نتواجد بها الآن وهي إحدى العبرات التي وصلت منذ قليل من ميناء مرسى حجر الشمس وصولا إلى ميناء أبو سنبل وجميع الحافلات تبدأ الآن في المغادرة إلى مدينة أسوان وكركر وهذه العبرتين التباعتين لمحافظة أسوان تعمل ليلة نهار لنقل الوافدين من معبر قسطل إلى ميناء أبو سنبل النهري أما النقطة الثانية وهي أيضا مهمة زيارة وفد الاتحاد الأوروبي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية لمقر جمعية الهلال الأحمر المصري في القاهرة وهذه الزيارة ستعود بالإجاب علينا هنا في ميناء أبو سنبل النهري أو حتى معبر قسطل لأن هذه الزيارة تم الإعلان فيها عن دعم الاتحاد الأوروبي بـ 27 طن من الإمدادات الصحية والطبية لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوفيرها للقادمين عبر معبر قسطل وأرقين في الحدود البرية لتقديم المساعدات المختلفة لهم وأيضا وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن هذا التعاون يتم بالتعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي العالمي وأيضا ممثل الاتحاد الأوروبي أكد أننا ندعم الحكومة المصرية في توفير كل المساعدات الطبية لمساعدة السودانيين في هذه الأزمة وأعلن أنه تم منح جمعية الهلال الأحمر المصري 200 ألف يورو لتقديم كل المساعدات الطبية والإغاثية للشعب السودان الشقيق وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أكد أن البرنامج سيكرس من خدماته خلال الفترة القادمة مع مصر لتقديم كل الخدمات المتعلقة بالإعاشة والمتعلقة بالأدوات الخدمات الصحية المختلفة لتقديمها للسودانيين وتم الإعلان على أن جمعية الهلال الأحمر استلمت بالفعل هذه اللوازم فبالتأكيد هذه اللوازم وهذه الإمدادات الصحية ستعود إلى أو ستنتقل إلى معبر قسطل عبر هذا الميناء الذي نتواجد به وهو ميناء بوسمبل النهري النقطة الأخرى والتي لحظناها وتم رصدها هو حركة التجارة المتبادلة بين مصر والسودان في هذه الأوقات وعودت هذه الحركة مرة أخرى بدخول بعض الشاحنات وبعض الحافلات المحملة بالمواد الجذائية التي انتقلت من الجانب المصري إلى الجانب السوداني وأول أمس أيضا قد رصدنا دخول ما يقرب من 16 سيارة محملة برؤوس الماشية قادمة من السودان وأيضا بعض الحافلات الأخرى التي انتقلت ببعض المواد الجذائية وصولا إلى معبر قسطل فبالتالي حركة الحركة التجارية أو حركة عبور الوافدين في معبر قسطل كبيرة جدا هذه الأيام فبالتالي تحتاج لمضاعفة الجهود ومضاعفة العمل داخل معبر قسطل وهذا ما أعلنت عنه محافظة أسوان اليوم بزيادة الأطقم العاملة في الجوازات وفي الجمارك حتى يعني يقل هذا الاستحام وهذا الضغط ويكون هناك تسهيلات أكبر للعبور سواء للسودانيين الوافدين عبر معبر قسطل إلى مدينة أسوان وموقف كاركر أو حتى مع بداية عودة الحركة التجارة بين مصر والسودان وهذا يدل أيضا على قوة العلاقات والمتبادلة بين مصر والسودان في شتى المجالات فبالتالي لازال العمل متواصل هنا وتقديم جميع الخدمات وهناك متابعة وغرفة عمليات مستمرة من محافظة أسوان لمتابعة سير العمل سواء في مدينة أبو سنبل أو حتى معبر قسطل حتى يعني يتم تقديم كل الخدمات وكل سبل الراحة وتوفير كل الحافلات المختلفة للوافدين عبر معبراي قسطل وأرقين واستمرارا أيضا لتنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الخدمات وكل العون والوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق فبالتالي تتواصل هذه الخدمات ونتوقع أن تزداد أيضا القوافل وتزداد المساعدات من المنظمات والمجتمع المدني وأيضا الجهاد الحكومية المختلفة جزيل الشكر لك محمود جميل مراسل تلفزيون المصري كنت معنا من ميناء أبو سنبل البحري شكرا جزيلا لك في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية انتقد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف قرارات مجموعة السبع الصناعية والمنعقدة في اليابان قائلا إن الغرب يضغط على أصدقاء موسكو لاتخاذ موقف ضد بلاده وخلال مؤتمر صحفي أكد لافروف أن روسيا ستنتصر في أعلى أوكرانيا مضيفا أن بلاده بدأت مرحلة المواجهة الحادة مع حلف شمال الأطلنطين نيتو وأن الاتحاد الأوروبي فقد سيادته وأصبح خاضعا لواشنطن كان حقبة الانتخال إلى التعددية الأقطاب ورفض الهيمنة قد بدأت ونعتبر أن هذه الحقبة تاريخية ونحن نملك حلفاء كفر في هذا الصدد وأنتم تعرفون علاقاتنا مع الصين والهند وفضلا عن دول مجموعة أستان ودول الخليج وإيران وتركيا والاتحاد الإفريقي وفضلا عن المجتمع من أمريكا اللاتينية وحوظ الكريبي وإيجاد عدد كبير أو توجد عدد كبير من الدول والاتحادات وهناك أيضا دول كانت تعتمد للاتحاد السوفيتي السابق منها معاهدة الأمن الجماعي ونحن نعرفه ونعلمه ونلمسه ما هي الضغوط التي يستخدمها الغرب ضد الدول المجاورة لروسيا؟ صرح نائب وزير الخارجية الروسية أليكساندر جراشكو بأن دول الغرب ستواجه مخاطر مهولة إذا ما أمدت أوكرانيا بتائرات مقاتلة من تراز F-16 جاء ذلك تعليقا على قرار عدد من الدول الغربية توفير إمدادات الطائرات التي تطلبها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلنطي وأدف جراشكو أنه سيأخذ ذلك في عين الاعتبار في جميع خطط بلاده وأن لديهم كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددوها مدامة الدول الغربية ملتزمة بسيناريو التصعيد أفاد مسؤول أمريكي باعتزام الرئيس الأمريكي أمريكي جو بايدن الأعلان عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار وذلك خلال وجوده في هيروشيما باليابان لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أشار المسؤول الأمريكي إلى أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستشمل مدفعية وذخيرة ورقمات هيمارس لإطلاق الصواريخ أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي استجابوا لكافة احتياجات أوكرانيا منذ بداية الأزمة وأوضح المتحدث باسم البانتاجون أن واشنطن ركزت في بداية الأمر على تزويد أوكرانيا بالذخيرة والسلاح المدفعية أشار إلى انتقال الولايات المتحدة بعد ذلك إلى تعزيز سلاح المدرعات والدفاع الجوي الأوكراني مؤكدا استجابت واشنطن بفاعلية وحسم للتطورات الصراعي في أوكرانيا واحتياجات كياب أعلنت قوات موالية لروسيا السيطرة الكاملة على مدينة بخموت الأوكرانية محور أطول معارك الحرب أضفت القوات أنها ستنسحب من بخموت بدءا من يوم 25 مايو لنيل قسط من الراحة وأعادة التدريب على أن تسلم السيطرة للجيش الروسي يأتي ذلك فيما نفى متحدث باسم قيادة الجيش الأوكراني في الشرق سيطرة القوات الموالية لروسيا على المدينة لأفتا إن أن القوات الأوكرانية مستمرة في القتال في بخموت أعلنت الإدارة المدنية والعسكرية في كياب صد هجوم جديد شنتهم سيارات روسية على العاصمة الأوكرانية بدون تسجيل إصابات وأوضح رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كياب سيرجي بوبكو أن الدفاعات الجوية للمدينة أسقطت كل الأهداف الجوية التي رصدت مؤشرا إلى تسبب الهجوم في اندلاع حريق على سطح أحد المباني السكنية قبل إخماده بدون تسجيل إصابات نشرتنا متواصلة معكم وفيها الأتراك في الخارج يصوتون في الانتخابات الرئاسية في جولتها الحاسمة وأردغان وكلتشدار يكثثان من حملاتهما الانتخابية في الداخل توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكون بلاده قادرة على تجنب التخلف عن سداد الدين الأمريكي في قدون ذلك أعلن البيت الأبيض أنه لا تزال هناك خلافات جدية مع المفاوضين الجمهوريين في محادثات سقف الدين مشيرا إلى أن المحادثات ستظل صعبة مع سعي الجانبين للتوصل إلى اتفاق كان الحزب الجمهوري قد أعلن أن اجتماع له مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الديون الأمريكية انتهى دون إحراز تقدم ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من روسيا بنسبة 8.6% في أبريل الماضي على أساس سنوي مع شروع شركات تكرير كبرى خاصة في شراء النفط منخفض الأسعار وبلغ إجمالي الواردات من روسيا بما في ذلك الشحنة المحمولة عبر البحر والإمدادات عبر خطوط الأنابيب 7.1 مليون طن بما يعادل 1.73 من 100 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للبيانات الجمركية تصدف فرنسا يومي 22 و23 من يونيو قمة من أجل مساق مالي عالمي جديد وتتناول القمة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وأزمة الدين وتمويل التكنولوجيا الخضراء وعمل أدوات للدرائب وتمويل دولي جديد وحقوق صحب خاصة يأتي ذلك فيما قال مسؤولون فرنسيون إن مجموعة السبع بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية في زيادة تمويل الأزمة للدول الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم والعمل معها لإصلاح نظام التمويل أبدت بكين استياءها الشديد إذا أبيان نشرته مجموعة السبع وجهت فيه انتقادات إليها بشأن بحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان واتهمتها بالتدخل في ملفات عدة ونددت الصين ما قالت بأنه إسرار من مجموعة السبع على التلعب في قضايا على صلة بالصين وإقدامها على تشويه سمعتها ومهاجمتها محذرة من أن أي أقوال أو أفعال تضر بمصالح بكين ستقابل بإجراءات مضادة قوية وحازمة تعهدت رئيسة تايوان بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان واستتوترات شديدة مع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وأضافت أن الحرب ليست خيارا ولا يمكن لأي من الجانبين تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بوسائل غير سلمية مؤكدة أن الحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار هو إجماع من العالم وتايوان هناك إجماع في الوقت الحاضر في جميع أنحاء العالم وهو أن القضايا عبر المضيق يجب أن تحل بطريقة سلمية الحرب ليست خيارا يجب أن لا يغير أي من الطرفين الوضع الحالي بشكل جزئي أو باتباع نهج غير سلمي منذ أن أصبحت رئيسا كان موقف الحكومة ثابتا لقد أوفينا بوعودنا بالحفاظ على الوضع الراهن وإدارة السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان يوصل الأتراك في الخارج الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية ويتنافس في جولة الإعادة كل من رئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أغلو بعد جولة أولى لم ينجح خلالها أي من المرشحين في الفوز بأكثر من 50% من أصوات الناخبين يدل الأتراك في الخارج بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في اقتراع فاصل ومؤثر على المستقبل السياسي للبلاد وللمنطقة برمتها وفاز الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أقيمت يوم الرابع عشر من مايو الجاري لكنه فشل بفارق نصف بالمئة في تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة أكثر من 50% ليضطر إلى خوض جولة إعادة أمام خصمه كمال كليتشدار أغلو الذي حل في المركز الثاني بنحو 45% وقبل توجه 61 مليون ناخب تركي إلى مراكز الاقتراع في جولة الإعادة الأولى في تاريخ البلاد المقررات في الثامن والعشرين من مايو الجاري تزايدت حدة المنواشات بين المرشحين أردوغان وكليتشدار أغلو حيث عبر الأول عن ثقته بإعادة انتخابه شعب تركي له لولاية رئاسية جديدة خلال جولة الإعادة مستشهدا بفوز تحالفه بأكثر من نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية وفي سبيل الفوز بالانتخابات وضمان عدم حدوث أي مفاجآت غير متوقعة زار أردوغان المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية سنان أغان الذي حصل على 5.2% من الأصوات والذي ينظر إليه على أنه صانع الملوك حاليا من خلال إمكانية توجيه أنصاره لدعم أردوغان أو كليتشدار أغلو في جولة الإعادة ويريد أغان وهو مرشح قومي متشدد تبني مواقف سياسية والحصول على منصب نائب الرئيس لكي يدعم أي من المرشحين وعلى الرغم من تأكيد أردوغان أنه لن يذعن لمطالب أغان فقد يضطر إلى القبول بتلك المساومات في سبيل البقاء في رئاسة تركيا لخمس سنوات قادمة على الجانب الآخر يدرك كليتشدار أغلو طبيعة أغان وما يريده من مواقف قومية تضع الأتراك في صدارة الاهتمام فخاطب كليتشدار أغلو مواطني بلاده متعهدا بإعادة عشرة ملايين لاجئ إلى بلدانهم في غزل مباشر لأغان الذي فاز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بأفضلية تحديد المنتصر النهائي فيها يتوجه اليونانيون غدا إلى صناديق الاغتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وتشمل استجلات الانتخابية في اليونان حوالي 9 ملايين و800 ألف ناخب مسجل من بينهم 440 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما كما سيتمكن اليونانيون الذين يعيشون في الخارج وللمرات الأولى من التصويت في الانتخابات όλοι μαζί, ξανά εδώ στην καρδιά της Αθήνας και σε όλης της Ελλάδος δείξαμε ότι μπορούμε να λύνουμε τέτοια ζητήματα με χρόμονα από το Δεθνές Δίκιο με δικλάσεις έχουμε προσλάβει 18.000 γιατρούς και νοσηλευτές οριστικό συμβόλαιο της πλατρίδας με ένα καλύτερο μέλλον για όλους نفى المركز الآلمي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإكبار الأئمة على جمع سقوق الأضاحي وتوصل المركز مع وزارة الأوقاف التي نفت بدورها الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإكبار الوزراء الأئمة على جمع سقوق الأضاحي وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن مشددة على أن المشاركة في جمع سقوق الأضاحي هو أمر اختياري يتم تطوعا من قبل بعض الأئمة دون أي إكبار أو فرض أي إجراءات أو جزاءات عليهم مناشدة المواطنين عدم ننسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تفقد محافظ مطروح خالد شعيب صومعت تخزين القمح بقرية الشمامة التابعة لمدينة الحمام وأوضح محافظ مطروح أن صومعة القمح استقبلت 20 ألف طن خلال 20 يوما مؤكدا استمرار عملية التوريد وتوقع المزيد من كميات التوريد المستهدفة مع استمرار موسم الحصاد الذي بلغ 65% حتى الآن من مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في المحافظة هذا العام نرد من خلال تفاقدنا لمسلم التوريد القمح متواجدين حاليا في أحد المشروعات القومية لمحافظ مطروح وهو مشروع صومعة لقاية الشمامة لمدينة الحمام في محافظ مطروح أحد المشروعات القومية لمحافظة وذلك تتحت خلال عهد فقامة السيدة الإسع فتاح السيسي في إبريل عام 2019 هذه الصومعة تقاطها التخزينية 45 ألف طن النهضة هتمنى من خلال التوريد التام من خلال 20 يوم حتى الآن وصلنا للتخزين 20 ألف طن وده من 65% من أراضي المزروعة أمح إن شاء الله متوقع 65% الباقيين فكذا إن شاء الله هنعدي المستهدفة للمطلوب بإذن الله وطبعا ده كل بيعود بالنفع على أبنائنا وأبناء المحافظة وأبناء كل ملاكة زخرة المحافظة من خلال تخيف الخبز اللي بيجي لهم مدعم أطلقت مؤسسة حياة كريمة أول مراحل البرنامج التدريبي لطلاب الجامعة من أجل تعزيز دور العمل التطوعي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات للتعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي حياة كريمة من خلال المشاركة المجتمعية للبرنامج التدريبي وذلك يستمر ثلاثة أيام يعتبر بداية انطلاق مبادرة التوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات عن طريق تدريب الطلاب على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية ويتضمن البرنامج تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب كما نظمت مدرية الصحبة دميات قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دميات جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقد أكد وكيل وزارة الصحبة دميات السيد عبد الجواد أن القافلة تضمن تعيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان مركز كفر سعد والمستادة بمبادرة السياحة كريمة بمحافظة الأولى كنا بنقول حياة كريمة معنى كده بفيه تطوير موجود في المكان الواحدة الصحية الموجودة هنا تحت التطوير عشان كده النهاردة استعنى بمدرسة من تابعة الوصولة التعليم لأن احنا نقدر نقيم فيها قافلة لحاستفاد منها أهل بقرية بالكامل عندنا النهاردة قافلة بنوفر فيها العادات الخاصية عندنا النهاردة 12 عادات الخاصية إلى جانب عادة تنظيم الأسرة عندنا الأشعى العادية والأشعى بالصنار عندنا المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل كمان عندنا الأدواء اللي بنغطي كل التفاصيل الموجودة إلى جانب إمكانية الحالة لأقرب مستشف مركزي حالة احتاج المواطن أو المريض لأن هو يستكمل علاج بعملاج راحية أو فقصات أو تحليل مش متوفرة في القافلة نحاول طبعا بخاطر الإمكان إن احنا نقلل التحولات تخفيفا على المواطنين حيث إن احنا نوفر بخاطر الإمكان أكتر خدمات تقدر تفيدي الناس هنا طبعا ده بيتم كل فترة وبيبدأ يتم التفاصيل في كل فترة بصراحة القافلة الطبية دي حاجة كويسة جدا كنا بنتعب قوي قبل كده عشان نجيب حياة القافلة دينا عندنا احنا دايما كنا بنسعى ان احنا نجيب القافلة الطبية لكن كنا بنلاقي مشقة كبيرة جدا عشان نجيبها وندور على حد وسطة نعرفه عشان نجيب القافلة الطبية دينا عشان نستفيد بها لأنها فعلا بتقدم خدمة هي قافلة حياة كريمة ما شاء الله بتخدم البلد والمواطنين ونشكر السيد الرئيس على هذه القوافل وهي قافلة متعددة على طول هنا في البلد وعلى اقبال كبير ولي خدمة المواطنين وبنشكر السيد الرئيس عن فتح السيسي لهذه القوافل اللي بتخدم البلدنا ولو كله سوف بالنسبة للقافلة دي حاجة كويسة جدا ويريت تتقرر مرة واتنين والناس مساكين وعمل كويس يشكر عليها الرئيس السيسي وربنا يعينه يا رب وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة السادسة أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا هيف حسين شكرا أميرة العقدة أهلا بكم مشاهدين الكلام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة من التلفزيون المصري قال الجهاز المركزي للتعبئات العامة والإحصاء إن التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان سجل ارتفاعا بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 658 مليون دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 64.6% أشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات المصرية سجلت 212.1 مليون دولار في عام 2022 مقابل 163.3 مليون دولار في عام 2021 بالنسبة ارتفاع قدرت بـ 23.7% بينما بلغت قيمة الوردات المصرية من عمان نحوي 869.3 مليون دولار مقابل 487.5 مليون دولار خلال عامي المقارنة بنسبة ارتفاع قدرها 78.3% أشهد البنك الدولي بوفاء الحكومة بالتزامتها في اتفاقية قرد برنامج التنمية المحلية بالصعيد والإصراع بدفع تنفيذ أنشطة البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق توصيات البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للبرنامج وقال وزير التنمية المحلية هشام أمنى قال إن برنامج التنمية المحلية بالصعيد نجح في إحداث نقلة تنموية في محافظتي سهاج وقنة من خلال تنفيذ مشروعات بنا تحتية وخدمية بإجمالي استثمارات بلغت ما يقرب من 16.39 مليار جنيه منذ عام 2018 زار وفد من مبادرة إبدأ لدعم وتوطين الصناعة المصرية عددا من مدارس التعليم الفني الصناعي في الأسكندرية أكد الوفد على وجود توجيهات رئيسية مستمرة من أجل تعزيز القطاع الصناعي في مصر والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات وضرورة وجود مشروع متكامل للصناعة ومرتبط بالمؤسسات المختلفة ومنها المصانع والشركات داخل مدارس التعليم الفني لضمان تنمية وتأهيل الطلاب بناءنا على توجيهات القيادة السياسية والاهتمام بالتعليم الفني ووجود مصنع في مدرسة ومدرسة في مصنع وتخريج جيل قادر على المنافسة سواء المنافسة الداخلية أو الخارجية ويكون قادر على الإنتاج بشكل حقيقي يمكن النهاردة شرفنا بزيارة من مؤسس تبدأ اللي هي بالفعل إن شاء الله تعتبر نقلة نوعية الفترة القادمة والسادة المطورين وأصحاب الشركات لعملية الزيارات لمدارسة التعليم الفني في محافظة اسكندرية إحنا طبعا عندنا توجهات من السيد الرئيس في المبادرة بدعم القطاع الصناعي بما في ذلك طبعا قطعات تدريب الفني وتحقيقة تكامل لكل القطاعات التدريب الفني في الجمهورية ما بين الوزارات ومع بين الهيئات الغير حكومية بما فيها طبعا وزارة التربية والتعليم والصناعة والقوى العاملة ووزارة الإسكن وتطوير لتعليم والتخريج فني ماهر نحن نشغل دلوقتي على تطوير التعليم الفني بكل قطاعاته بكل المناطق الجغرافية وشغلين على محاور كتير منها البنية التحتية والمناهج وتدريب المدربين وعمل حوكمة إلكترونية للمشروع بالكامل حصل البنك المركزي المصري على شهدة الجودة الأيزو في مجال استثمرارية الأعمال كنتيجة للجهود والإجراءات التي قام بها البنك لضمان استمرار جميع أنشطته وكافة العمليات والخدمات المصرفية الجوهرية بالكفاءة والجودة المطلوبة خلال أوقات الأزمات وحالات الطوارئ وتعكس هذه الشهادة حجم الإنجاز الذي قام به البنك المركزي في مجال استمرارية الأعمال بدءا من عمليات التحليل والقياس مرورا بتصميم وتنفيذ وتطوير نظام استمرارية العمل في أسواق البترول العالمية تراجات أسعار النفط بعدما توقفت بصورة مؤقتة مفاوضات رفع سقف الدين العام بين الأعضاء الجمهورين في مجلس النوب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن وهو ما يهدد بتخلف الحكومة الأمريكية عن سدد التزاماتها الأمر الذي سيقلل من الطلب على الطاقة هذا وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت الوسيط بالنسبة ثمانية من عشر بالمئة لتسجل ما قيمته خمسة وسبعين دولار وثمانية وخمسين سنة للبرميل كما تراجع خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي هو الآخر بما نسبته ثلاثة من عشر بالمئة ليسجل واحد وسبعين دولار وتسعة وستين سنة للبرميل أما بالنسبة لأسعار المزد فهبطت هي الأخرى بما نسبته واحد واثنين وعشرين مئة بالمئة لتسجل اثنين فاصل خمسة وثلاثين من مئة دولار للتر وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة سبعة وعشرين مئة في المئة لتسجل ما قيمته اثنين وتسعة وخمسين من مئة دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أجرى الاتحاد الأوروبي مباحثات مع الأرجنتين والتشيري من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقيات تضمن زيادة الوصول إلى المعادن الحيوية كاليثنيوم والذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في إطار مساعة الاتحاد الأوروبي لاستبدال السيارات العاملة بالوقود الإحفوري بسيارات كهربائية خالصة بحلول عام 2035 هذا وقد أوضحت المفاوضية الأوروبية أن البدء في توقيع مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات الأولية يمكن التوصل إليه في غضون بضعة أشهر ومن الممكن توسيع نطاقها لتشمل دول أمريكا الجنوبية الأخرى وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع هبة وأميرة أشكرك مصطفى في الوادي الجديد امتهنت سلو عامر مهنة الحدادة لتصبح أول سيدة تعمل في الحدادة بمحافظتها فعلى الرغم من كونها مهندسة زراعية إلى أنها احترفت تلك المهنة لتوفير مصدر رزق لأسرتها وذلك بعد تعرض زوجها لحادث منعه من مزولة المهنة ليس للرجال فقط شعار أطلقته على أرض الواقع سلو عامر بامتهانها مهنة الرجال بامتياز لتصبح أول سيدة تعمل في الحدادة بمحافظة الوادي الجديد فعلى الرغم من كونها مهندسة زراعية إلا أنها احترفت مهنة الحدادة منذ 23 عاما وتحولت مساعدتها لزوجها آنذاك إلى حرفة لم تتركها قط رغم صعوبتها لتوفير مصدر رزق لأسرتها وذلك بعد تعرض زوجها لحادث منعه من مزولة المهنة سنون عدة مرت على سلوى ومرت معها تحديات جسام فرغم صعوبة المهنة فالعمل في ورشة غير مجهزة هو أمر أكثر صعوبة وهو ما دفع سلوى عامر أو الأسطى سلوى إلى عرض منزلها للبيع بهدف توفير المال اللازم لشراء ورشة أكثر تجهيزة إلا أن تلك المحاولة باقت بالفشل أنا لما جيت اشتغلت الشغلانة دياً يعني قبلتنا صعوبات كتير جداً لأن الناس ما كانوش متقبلين الفكرة أني ست تخش المنطقة الحرفية كان يقول لك لا ست إزاي في منطقة الحرفية لا ما تنفعش وبعدين الشغلانة بتاعتنا شغلانة صعبة جداً عايزة رجالة بس أنا حبيتها فاشتغلتها بس طبعاً يعني إيه وصلت النومة يقولوا الأولادي بعد ما أولادي كانوا مشجعيني يقولوا الأولادي لا إزاي أمك تخش المنطقة الحرفية إزاي طاعت في منطقة الحرفية كان أولادي بيدي أمني وبعد كده فهمتهم وعرفتهم أن الشغل مش عيب لم يجد اليأس إلى قلب المرأة الحديدية سبيلة فواصلت العمل بصبر وإتقان حتى لو لم تمتلك أدواتها الكاملة وحتى لو كانت ورشتها تلك في أطراف المدينة أو أنها مسقوفة بالجريد والحطب ظروف جعلت من شقيقها ونجلها سنداً لها في مساعدتها في تلك الأعمال الشاقة تحديات لم تنتهي فظروف مرضها كان هو الآخر أحد عراقيل عملها التي تواصله بمتابرة مدهشة ليتحدث عنها القريب والغريب ويذيع سيطها وسط مدينتها بسبب إتقانها لعملها لتتحول الأسطى سلوى إلى أيقونة في مدينة الخارجة وتكسر القيود المجتمعية تجاه نظرة المجتمع للمرأة وللمرأة المصرية صوالات وجولات في رحلة التحدي والإرادة ختم النشرة عنوين الأخبار مدبولي يستعرض جهود جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة ويؤكد وجود حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية غداً انتلاق الأسبوع الثاني من الحوار الوطني والمنسق العام يؤكد أن الحوار في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات لفروف يؤكد أن بلاده ستنتصر في عملياتها العسكرية بأوكرانيا ويحذر من بدء مرحلة المواجهة الحادة مع النيتو انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكراً لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة